اشتركوا في القناة اذاعة المحرين وواحدا من روادها المؤسسين والذي ترك وصمات متميزة في مسيرة الإذاعة منذ بداياتها الأولى مشيدا بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات جليلة لوطنه بكل حب وتفان وإخلاص داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفيرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ويشار إلى أن الفقيدة الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الرعي انضم إلى إذاعة البحرين في عام 1954 وساهم برفقة المغفور له الأستاذ إبراهيم كانو في العمل على الانطلاقة الأولى لإذاعة البحرين منذ لحظة تسلمه مهام معمله وتدرج في عدد من الوظائف منها ضابط محطة إذاعية ومساعد مذيع ومذيعة حتى صدره في الرابع والعشرين من سبتمبر من عام 1990 ميلادية قرر بتعينه مديرا لإدارة الإذاعة حيث صاحبت فترته العديدة من مشاريع التطوير والتحديث وزيادة جرعة الإنتاج البرامجي مما أسمى في تعزيز مكانة الإذاعة محليا وخليجيا وعربيا إلى أن تقعد عن العمل في عام 2001 وقد عرف الفقيد الراحل بتميزه وأبداعه في تقديم المواضيع والبرامج الإذاعية وإخراجها بأسلوب سابق لعصره إذ تزخر المكتبة الإذاعية البحرينية بمئات الساعات الإذاعية التي ساهم بتقديمها طوال فترة عمله كما حرص رحمه الله على نقل المعرفة التي اكتسبها سواء من العمل الإذاعي أو الدورات التدريبية الخارجية لبناء وتدريب جيل إذاعي بحريني ساهم في إيصال صوت البحرين إلى العالم